الطرف الثالث المجهول بلغة الحكومة المعروف الهوية بأنظار المتظاهرين من ارتكب وما زال أعمال قتل وخطف وإرهاب ضد الناشطين والمتظاهرين ميليشيات إيران التي لم تبق جهة دولية حقوقية وإعلامية منصفة إلا وتحدثت عن جرائمها في فترة ثورة تشرين ومن قبل في فترة المعارك مع تنظيم داعش قناة بي بي اس الأمريكية تضع عبارة القتلة في العراق عنوانا لفيلم وثائقي يتحدث عن وحشية ميليشيات إيران في العراق ويسرد الفيلم موجة الاغتيالات التي قادتها هذه الميليشيات ضد الناشطين والمتظاهرين دون أن يتجرأ أحد على محاسبتها وكيف أنها باتت تسيطر فعليا على السلطة في البلاد شهود من الناشطين تحدثوا عن فضائع هذه الميليشيات في ثورة تشرين ومسؤولون حكوميون اعترفوا في الفيلم الوثائقي أن ميليشيا حزب الله في العراق أهم الجهات المسؤولة عن عمليات قتل وخطف وتعذيب الناشطين لكن لا أحد يجرؤ على اعتقال أحد من أفرادها ولو من باب مجاملة الشارع الثائر إلى الوراء بسنوات قليلة يعود الفيلم ليوثق جرائم الميليشيات في المناطق المستعادة واعتدائها على حرمة المساجد وهدمها ويضع هذه الجرائم في خانة الانتقام الطائفي من السكان بعد ست سنوات من تفاقم المد الميليشيوي وسجله الحافل بالانتهاكات والسطوة السياسية والتغلغ للمؤسساتي توافق قناة بي بي اس الأمريكية عدة جهات إعلامية في أن ورقة الميليشيات سقطت شعبيا وفقدت حاضنتها التي استثمرت فيها بادئ الأمر فلا أهل جنوب العراق ولا وسطه ولا غربه جنوا من ميليشيات إيران إلا الخوف والإرهاب